من 24 ساعة من وقت تصوير الحلقة دي تحديدا الساعة 7 مساء يوم 9 فبراير بتوقيت الامارات كان العالم كله والدول العربية خصوصا منتظرة واحدة من اهم الاحداث في مجال الفضاء لم يسبق ان حدث من قبل الا وهو وصول مصبار الامل لكوكب المريخ واستقراره حوالين مداره ومصبار الامل هو امر صناعي هيدور حوالين المريخ عشان تكون الامارات اول دورة عربية توصل للكوكب الاحمر وخامس دولة عالميا ومع ان المهمة نجحت وكان برج القاهرة منور بالاحمر كنوع من التهنئة لدولة الامارات على انجازاتها ولكن مهمة مصبار الامل اللي هينفذ على كوكب الاحمر هي الاولى من نوحها عالميا فجيب كوباية شاي بتاعتك وركز معايا كده عشان دي هتكون خطوة كبيرة ومهمة لمستقبل الامر العربية والعالم كله في مجال اكتشاف الفضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومصبار الامل مشروع تم بدءه في 2014 اشتغل عليه اكتر من 200 مهندس ومهندسة بنسبة تقريبا 34% مهندسات عشان تكون دي اكبر نسبة لوجود قوة المرأة في مجال الفضاء في اي من المشريع اللي اتعملت والمشروع كلف اقل من 200 مليون دولار عشان يكون اقل رحلة تعملت للمريخ من حيث التكلفة وللعلم مهمة ازهاب للكوكب الاحمر من اصعب المهمات واللي نجحت منها هي 50% من حواري 50 مهمة من المحاولات اللي وصول للكوكب الاحمر وخلينا دردش معاك كده عن شوية معلمات عن الرحلة قبل ما اتكلم معاك ليه الكام ساعة اللي فاتت كانت اهم واصعب كام ساعة في المشروع كله وليه اصلا فيه توجه كبير لدراسة المريخ بعد تصنيع مصبار الامل وعمل كل التجارب اللازمة اتنقل لمحطة تاني جاشيما في اليابان عشان ينطلق من هناك يوم 20 يوليو 2020 عشان يقطع مسافة 493.5 مليون كيلو متر بسرعة 121.000 كيلو متر في الساعة واللي اخدت حوالي 7 شهور عشان يقرى من مدار المريخ وهنا تيجي اخطر مرحلة بسبب المسافة اللي بين محطة الفضاء في الامارات وبين مصبار الامل فالاشارات والتواصم ما بينهم وبين بعض بتاخد حوالي 10 دقايق على ما توصل من نقطة للتانية يعني رحل التواصل من المحطة لمصبار الامل والمعلومات ترجع تاني بتاخد لها حوالي تلت ساعة فبالتالي ما ينفعش تفضل طول الوقت بتتحكم بمصبار الامل ولازم يكون قادر على انه يكون ذاتي القيادة لان اركز معايا بقى في اللي جاي ده لان وقت ما يقرب مصبار الامل من الكوكب الاحمر هيحتاج يتباطق من سرعة 121.000 كم في الساعة ل18.000 كم في الساعة وكمان يبدأ يحرق نص كمية الوقود اللي كان بيحرقها اصلا وهيحتاج يعمل ده مع نفسه خالص وهيحتاج يتقلم مع اي تغيرات ممكن تحصل طب ايه اللي ممكن يحصل اصلا عملية التباطق اللي هتحصل من 121.000 ل18.000 كم في الساعة مهمة مش سهلة نظرا للسرعة العالية جدا اللي كان ماشي بيها وعشان كده مصبار الامل مزود بالست محركات عكسية تشتغل عشان تساعده في عملية التباطه اللي محتاجها وبناء على الحسابات اللي عملها الفريق اللي شغال على المشروع العملية ديه تاخد 27 دقيقة تقريبا عشان تم بشكل ناجح وطبعا ده مع وجود الست محركات شغالين بشكل كامل وسمى النص ساعة ده النص ساعة العمياء لان لو حصل اي عطل محدش هيلحق مصبار الامل عشان كده كان متبرمج انه يتأقلم مع اي استضامة او اعطال ممكن تحصل ويتصرف بشكل ذاتي وكان من ضمن الحسابات ان لو حصل عطل في محرك او اتنين من الست محركات اللي شغالين ما زال المهمة قيمة وهيقدر يتباطئ بس مدة التباطئ اطول من 27 دقيقة ل 42 دقيقة ولكن في حال ان محرك تالي تتعطل كده هنقول شكرا والمهمة للأسف تكون فشلت بس الحمد لله ده ما حصلش بس خليك معايا هنا وركز ليه اصلا يوصل لسرعة 18 كيلو متر في الساعة تحديدا عشان دي السرعة المناسبة اللي هتخلي مصبار الامل يلف حوالين الكوكب الاحمر نظرا لجذبية المريخ وكنت شرحت في فيديو قبل كده بالتفصيل الفكرة وروجود كل الكوكب والأمار الصناعية في مدارات سبتة ما بتتغييرش فالفيديو ده هيطلع لك من الاي فوق بابوسة علي ولعلمك مهمة الصين تايوين وان المفروض توصل للمريخ يوم 10 فبراير 2021 واللي انطلقت يوم 23 يوليو 2020 وكمان رحلة ناسا مارس 2020 متوقع وصلها المريخ يوم 18 فبراير للحالي واللي انطلقت يوم 30 يوليو 2020 طبعا انت عملت افكر دلوقتي ليه كل الدول دي بدأت الرحلات بتاعتها للمريخ في نفس الوقت ده بسبب ان في الوقت ده دي تعتبر اقرب نقطة بين الكوكب الازرق والكوكب الاحمر والده بيتكرر كل سنتين تقريبا فبالتالي اللي مكانش هيلحى يبدأ رحلته اللي مخطط لها بقالها سنين في الوقت ده هيضطر يستنى سنتين كمان بس برضو ليه المريخ تحديدا سؤال جميل جدا عزيز المشاهد لا وفي وقته كمان المريخ اعتبر اكتر الكواكب تشابها مع الارض خصوصا ان بعد الابحاث والفحوصات اللي اتعملت لقوا ان من 3.5 مليار سنة كان الغلاف الجو للمريخ ساميك زي الارض حاليا وفي احتمالات ان كان فيه تدفق لمياه سائلة على الكوكب الاحمر بس حاليا الغلاف الجوي رفيع قوي وما فيش اي ظواهر ان فيه مياه حاليا على سطح الكوكب الاحمر فدراسة المريخ والتغيرات المناخية اللي حصلت ومحاولة معرفة ليه الاسباب اللي قدت للتغيرات دي هيساعد كتير العالم والعلماء في معرفة معلومات اكتر عن الكوكب الازرق الجميل بتاعنا وكمان محاولات لفهم الكوكب الاحمر اكتر في امل ان نقدر يوم من الايام نستوطن البشر هناك وده يخلي ناخدك لمهمة مصبار الامل تحديدا واللي هيعمله على كوكب المريخ لان مصبار الامل مش هينزل على سطح الكوكب وهيفضل يلف في مداره حوالين المريخ لمدة سنة مريخية كاملة وده يعتبر حوالي سنة وعشر شهور وعشرين يوم بالنسبة لكوكبنا الجميل وخلال السنة المريخية دي هيتم جمع بيانات وصور لحالات المريخ والغلاف الجوي خلال الفصول المناخية المختلفة ودراسة الاجواء المناخية في مناطق مختلفة على سطح الكوكب الاحمر وده سبقة تاريخية محصلتش قبل كده كل الرحلات اللي نجحة للمريخ كانت بتدرس سطح الكوكب الاحمر نفسه مفيش دراسة عملت على المريخ والغلاف الجوي للكوكب وبكده مصبار الامل هيكون بينفز اول مهمة من نحة في تاريخ البشرية وطبعا وارد ان يحصل بعض الاخطاء نظرا ان دي المهمة الاولى من نحة بس على رأي احد المعلمين اليوم اللي هتبطل تعمل فيه اخطاء هو اليوم اللي هتعرف فيه من غير اي شك انك مش في الصفوف الاولى ومن اهم اهداف المهمة دي ان المعلومات اللي هتتجمع خلال السنة المريخية هتكون متوفرة بشكل مفتوح المصدر لأكتر من 200 جهة علمية وبحثية في كل انحاء العالم وطبعا مفيش احسن من اني اختم الحلقة دي بكلمة من بروفوسور فاروق الباز اللي قالها للتلفزيون الامراطي فما تنساش تشترك على القناة وتعمل لايك لو الحلقة عجبتك او الديس لايك لو ما عجبتك وتنزل تبص بص على المصادر بعد ما تسمع كلمة البروفوسور فاروق الباز سلام اه نسيت اقولك ان في محاولات للزراع على سطح الامر تم حلال سلام قطوة الجريئة الممتازة اللي تدل على رؤية يبارة واحترمة رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد ان احنا لازم نشارك فيه اكتر من كنا بس مش بس ان احنا نبص على ارضينا احنا نشارك في علوم الفضاء ككل ولذلك فهو بدأ قصة الامل واحنا نبعد حاجة للمريخ عشان نشارك العالم المتقدم في جمع العلم والمعرفة عن الكون ولذلك فنحن نقول ان العرب اليوم تستطيع مشاركة العالم في التعرف على الكون كما فعلنا في اول رحلة هي رحلة الامل